بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسكتسين مرحبا بكل من الالتحق بقناتي قناة أم عبد الرحمن رح نقدم اختبار الفصل الأول في مادة التربية الإسلامية منها اختبار مقترح من طرف الأساتذة ومنها مراجعة فيها جميع دروس الفصل الأولى التي يمكن أن تكون في الاختبار نبدأ على بركة الله الوضعية الأولى عن مالك بن مؤنس رحمه الله بلغه أن رسول الله قال تركت أولا أكمل الحديث النبوي الشريف واضبطه بالشكل التان ثانيا اشرح ما يلي ننتظر له السنة كتاب الله عرف فراوي الحديث يعني مالك بن أنس قدم تعريفا للسنة النبوية والقرآن الكريم خامسا للسنة النبوية مكانة عظيمة في التشريع الإسلامي بيّن ذلك من خلال ما درست الوضعية الثانية يعتبر مولد الرسول صلى الله عليه وسلم أهم حدث في تاريخ البشرية منذ أن خلق الله الكون بناء على ما درست حول حياة الرسول صلى الله عليه وسلم املأ الفرغات بما يناسب ولد سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام بمكة صبيحة تُوُفِي أَبُوهُ وهو في بطن أمه أرضعته خادمة عمه أبي لهب ثم اختار له جده مرضعة من بني اسمها لما بلغ سنه سنوات وقعت له بعد ذلك رد إلى أمه إلى أن بلغ سنوات ماتت أمه فكثله جده وبعد وفاته كثله عمه واعتنى به وثمه إلى أولاده نكمل الفقرة الخاصة بسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام طفولته طبعا الوضعية الإدمجية السياقة بينما كنت تلعب بالكرة في المنزل ودون أن تقصد إن كسرت مزهرية والدتك ولما سألتك أنكرت الأمر أخبرتك أن الصدق أساسا للكثير من الأخلاق الفاضلة فشعرت بالخشل وأخبرتها الحقيقة السند قال الله تعالى يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وكونوا مع السادقين سورة التوبة الآية 119 التعليم في فقرة من 12 سطرا تحدث عن مفهوم الصدق مبينا أنواعه ومبرزا ثمرات الاتصاف به مدعما إجابتك بما تحفظه من نصوص شرعية كان هذا هو الاختبار وقف الفيديو وجوب الروحك ثم رح نتقسم الإجابات الصحيحة طبعا هذا اختبار الفصل الأول ديسمبر 2023 اختبار جديد نلد على بركة الله في الإجابات النموذجية إكمال الحديث الشريف وضبطه بالشكل التام عن مالك بن أنس رحمه الله بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تركت فيكم أمرين لن تظلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة نبيه لن تظلوا يعني لن تنحرفوا عن طريق الهداية والحق السنة كل ما وصلنا عن نبي صلى الله عليه وسلم قولا أو فعلا كتاب الله هو القرآن الكريم التعريف براوي الحديث هو أب عبد الله مالك بن أنس الأصبخي ولد سنة 93 هجريا ولد سنة 93 هجريا 715 ميلادية وهو إمام دار الهجرة ينسب إليه المذهب المالك أحد الأئمة الأربع المشهورين توفي سنة 177 هجري تعريف السنة النبوية هي ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير القرآن الكريم من قول أو فعل أو تقرير تعريف القرآن الكريم هو كلام الله المعجز المنزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة سيدنا جبرين عليه السلام بلسان عربي المتعبد بتلاوته المنقور إلينا بالتواطر المكتوب في المصاحف طبعا هذا التعريف الشامل كامل للقرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة ما كانت السنة النبوية في التشريع الإسلامي السنة شارحة ومفسرة لأحكام القرآن لا يكتمل الدين إلا باتحاد القرآن والسنة الوضعي الثانية نملأ الفراغات الخاصة بطفولة سيدنا محمد عليه الصلاة والسعى ولد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بمكة صبيحة يوم الاثنين اثنى عشر ربيع الأول من عام الفيلة توفي أبوه عبد الله وهو في بطن أمه آمن بنت وهب أرضعته ثوبية خادمة عمه أبي لهب ثم اختار له جده مرضعة من بني سعد أو من بني سعد اسمها حليمة السعدية لما بلغ سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام أربع سنوات وقعت له حادثة تشق الصدر بعد ذلك رد إلى أمه إلى أن بلغ ست سنوات ماتت أمه فكفى له جده عبد المطلب وبعد وفاته كفى له عمه أبو طالب واعتنى به وضمه إلى أولادها كانت هذه الوضعي الثانية نذهب إلى الوضعية الإدماجية طبعا الوضعية الإدماجية درسوا الصدق درتوه في المقرر نحن أعطيك فقط مقدمة وما عليك إلا أنك تكملها بما درست إذن الصدق منجات حث عليها ديننا الشريف كتابا وسنة حيث قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع السادقين والصدق صفة لسيدنا محمد فقد لقب بالأمين لأنه ما كذا بقط فحبل الكذب قصير وهو من الرذائل التي تفقد للإنسان هيبته والصدق ثمارات أهمها الإئتمان إذن كان هذا هو اختبار مادة التربية الإسلامية مراجعة لدروس الفصل والفصل الأول الخاصة بالاختبار نتمنى أنها أفدتكم هذه هي الوضعية الأولى كاملة نذهب كذلك إلى الوضعية الثانية كاملة وهذه هي الوضعية الإدماجية ثمارات الصدق ثمانية لكم بالتوفيق وإلى لقاء في فيديو أخر بإذن الله ترجمة نانسي قنع